الآن أدعو معالي السيد حسير إبراهيم طاها الأمير الحام لمرظمة التعاون الإسلامي لإرغاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والآله وصحبه أجمعين صلنا التس ويال لبرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل ساوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين السيد أبو الغيط أمير العام للعالم الإسلامي السلام عليكم ورحمة الله وفضل الكرام أريد في بداية أن أشكر وأمتنى وعبر أن أمتنى للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب سمو الملك محمد بن سلمان ولي العهد رئيس للدعوة لها انتعقاد هذه الجلسة ولضيافتهم الكريمة وكذلك بالنسبة لكل الوسائل التي تستخدمت لنجاح هذه الدورة سيداتي سادتي إن هذه القمة العربية الإسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني وكذلك التزامنا المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية والقضية القدس الشريفة وهي هدف منظمتنا لقد تابعنا كلنا المناظر البشعة التي وقعت وتطير عرق اللي يسكل جريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة بكون أي نظرة إنسانية ومما يستدعي توفيق ذلك واستخدام الآليات الشرعية والقانونية الدولية التي تتواجد حتى تكون السلطات الإسرائيلية مسؤولة عما تختلفه ونحن ندعو لدعوة لإيقاف وقيت ناق ضد هذه لجمعات الشلسة التي تقوم بها ضد شعب الغزة ولفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة وللدعوة لضمان الدعوة للشعب الفلسطيني وأمني ونؤكد كذلك تعييدنا ضد التهجير القصري للشعب الفلسطيني وندعو الدول العالمية للقيام بكل ما يجب ضد هذه الإجراءات وندعو المجلس الأمن القيام بدوره فإسرائيل هو الدولة المحتلة يجب أن تلتزم بالتزاماتها بما يخص الحقوق الإنسانية وتطبيق كل تطبيقات والقوانين الدولية وفي النهاية وإننا نؤكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولتطبيق دولة فلسطينية حزب الإجراءات بالنسبة للقدس الشريفة كدولة بالنظر إلى الشرعية الدولية وإلى مبادرة العربية من السلم أتمنى أن هذه القمة المشتركة يصل إلى تحقيق أهدافه في خدمة القضية الفلسطينية ولقدس الشريفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر